بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري إذا كنت ستتابع المسلسلات الهابطة والبرامج التافهة على طوال شهر رمضان وسوف تجلس على التلفاز وتشاهد الأفلام الأجنبية والعربية وإلى غير ذلك ماذا تتوقع من صاحب الزمان سلام الله عليه يكتب لك في ليلة القدر لسنة قادمة لك ماذا تتوقع عليك أن تضع هذا في الحسبان في ليلة القدر عندما يعرضون أعمالك وكل أفعالك وتصرفاتك على صاحب الزمان سلام الله عليه في شهر رمضان ويراك صاحب الزمان عليه السلام كيف أنك قد قضيت معظم شهر رمضان بالمسلسلات والأفلام والبرامج التافهة وإلى غير ذلك ونسيان نفسك على التلفاز ومشاهدة المقاطع الفيديوية الساخرة على الموبايل الهاتف الجوال وإلى غير ذلك ماذا ستتوقع هل سيسر هل سوف يعني يقع الفرح في قلبه ويرضى عنك بل هو سيسخط حتما ولا يحب ذلك منك ويكره ذلك منك كما قال هو سلام الله عليه في رسالته للشيخ المفيد لو أن أشياعنا رحمهم الله لو أنهم ماذا ساروا على التقوى لتشرفوا بلقائنا مضمون الرسالة ثم قال ولو أنهم ماذا يعملون بما نحب ويتجنبون ما نكره لتشرفوا بلقائنا ولكن يصل إلينا منهم ما نكره لذلك يكونون بعيدين عنا ولذلك هم لا يلتقون بنا لا يشعرون بأنفاسنا بعيدين عن دعائنا بعيدين عن عاطفتنا نحوهم نعم الإمام يدعو لك ولكن أنت لا تدعو لنفسك لأنك تقضي يومك كله في شهر رمضان وأنت قد نسيت أن تدعو لنفسك أن تستغفر لنفسك أن تتوب بين يدي الله لمصلحة نفسك لذلك ليس الله سبحانه وتعالى بظلام للعبيد في ليلة القادر وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صاحب الزمان عليه السلام يقول هذه أعمالك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وليس من العدل بأن أكتب لك سنة قادمة مليئة بقضاء الحاجات وملئة بالسرور وملئة بالأفراح والمسرات هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الأعمى والبصير هل يستوي هذا الشخص الأعمى الذي لم يعرف مصلحته في شهر الله سبحانه وتعالى رمضان وقضى الشهر في الملهيات ويساوي نفسه مع البصير الذي قضى وقته في ذكر الله والعبادة والصلة الرحم وكذلك قضاء وقته في أمور مفيدة لا ليس من العدل أبادا نعم هناك رحمة بشرط أن تكون الرحمة لا تتضارب مع العدل الإلهي وكذلك عدل صاحب الزمان سلام الله عليه كيف تتصور بأنك تأتي بهذه الأعمال التي أنت قد عملتها في شهر رمضان من متابعة المسلسلات والأغاني والبرامج التافهة والأفلام الهابطة إلى غير ذلك ويقول لك صاحب الزمان أحسنت سأكتب لك سنة قادمة مليئة بالخيرات والمسرات والأرزاق وإلى غير ذلك وراحة البال بل إن الإمام سيسخط لأنك قمت بالاستخفاف بأعظم شهر عند الله سبحانه وتعالى وهو شهر رمضان شهر الله عز وجل رضى الله في رضى أهل البيت ورضى أهل البيت في رضى الله سبحانه وتعالى احذر أن يأتي إليك كتابك بين يدي صاحب الزمان سلام الله عليه ويعدك من المستخفين بالله عز وجل في شهره من الذين هم غافلين عن الله سبحانه وتعالى في شهره تصور ماذا سيكتب لك برنامج صباحات لائية همين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام